تخيل معي أن الإنسان قلس ما عليه ما به وفجأة الدنيا ضلمت في عينه وفقد حست الفصل تخيل معي أنك أنت تولدتي ما كتشوفش بعينك وكل ما تراه هو السواد ولا تستطيع أن ترى من حولك فقط تستطيع أن تسمع ما هو شعورك وماذا ستكون إنجازتك في الحياة وكيف ستعيش حياتك ظل لسنوات أسير الظلام عاش لحظات مليئة بالألم والمعاناة لكن إرادته كانت أقوى دائما فحول بقدراته الخاصة الظلام إلى نور هو فاقد للبصر لكنه يرى ببصيرته كصة للعبرة وليست للفرجة نترككم مشاهدين الكرام مع ضيفنا الكريم كان عانو يعني ماشي كان سعى أمامكم عبد السلام الردام المزداد سنة 1976 بقبيلة بني عروس إقليم العرائش ماتشار ميزن حامل لكتاب الله تعالى كلام الله بدي سمعه قبل سبعة سنين كنت كان نمشين جاي معنا والأخ ديالي في الأول كنت كتوصنا الوليدا رحمه الله أنا الأخ ديالي كان كيكتب اللوح اللوح عرف الطريقات البادياء وكنكيكتب اللوح وكنا كنقرأوا مع وعدتنا بعض المرة كان نحفظ أنا هو باقي أو مهم بعض المرة من كنا كن نحفظو بجوج اسا مرة المسألة لأخ ديالي خرج لأسباب ما مهم خرج عن الدراسة خرج موقاشي كيقرا بقيت كنقرأوا واحد يقن من الفقيه كيكتب اللوح علاش كيكتب اللوح يعني produkt الكذاب يعني اسفال Mir mullah مرأوا مرتين صافي فقط وكنقلس حدى الإخوان حدى حاضر الركض فان كيقولوا نحن في البادية المحاضرة كان نبدأ نقرأ كان نقول له قل لي شنو هذي فوصلت أنا شنو هذي يعني فتير فتير كان نقرأ كان نحفظ كان نحفظ له ولما كنت طالع كان نعمل نصف ثمن ماشي ثمن كامل بدأت به هكذا حتى نصورة البقارة ذلك الساعة كان هابت السلكة كان نقول للسلكة نحن رجعت نصف حزب أربعة في الجهة كان نقرأهم الساعة لما وصلت لنصورة البقارة كان نقرأ بوحدي فقط كان نكرر من بعد توفت الوالدة رحمه الله بقات يعني الظروف شوية مزرية بصراحة يعني أنت عرف يعني ما كد موت الوالدة كد الأسرة تقريبا كد تشتت لو لا رطف الله الحمد لله نحن بقينا مزيانين مع بعضتنا يعني ما تشتتنا موالو الأب يعني اذبر العامل في طنجة هبطنا طنجة وسكننا في واحد واحد الحي 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 هو صراحة كان صفيحي ما كان فيه تشي دار يعني ما ما عندوشي ما عندوشي الشورط ديال الساكن نهائيا يعني فيها واحد البادية في لاحية موين صافي بحلي وكأنا نمسي بنتا ما كان عرفتا واحد ما كيعرفني حد أبقيت مون غالق يعني أنا خسنين قراء ونخروج وننذي وما ما كينشي ما كينشي اللي يديك اللي يوصلك اللي اللي وركتشي حاجة والحي ديالنا يعني ما ما كتوفرش مهم شرط الساكن ما كتوفرش فين يائيا بقينا هكذا مشيت واحد للمسجد بعيدة فمتشر العوامك يقول له متشر العوامك مشيت انتما كان قراء نفس المعاناة يعني الطلبة يعني ما ما غادي يصورك شي دائما أنهم يمشي يجيبوا لك المكلة من عند الناس يعني فهمت صعبة المادة الحالة المادية ما كينشي يعني جيد موزرية مشيه يعني كان الأخ كي يخدم مرة مرة كي كي يرفع لنا مرة مرة لكن فهمت ما ما كي كفيشي ما كفيشي لما وحافي يومين الأيام جا عندي وحشخص عارضني إنه واحد السبوع كيعرفني كنشوهد القرآن كنقول أناشيد كندكر الله المهم عارضني إن ذاك السبوع للعائلة وقرنا متى سارا من القرآن جا عندي وحسي تهوام العائلة ولكن ما كان عارفه شي يعني راجل جزا الله وعنا خير قال ليوا ديد مشين لتطوان مشين لتطوان كين المعهد تمك للمكفوفين تقرى تعلم الانفورماتيك تعلم أي حاجة يعني تقرى مشين المعهد للمكفوفين طلعت من واحد جمعية عندهم تمك جمعية وعندهم مدرسة لتحت كيقروا فيها للطالبة كيقروا فيها أنا ما عارفشي أنا أولا ما عارفشي أنا مكفوفين بزاف كيني ما عارفشي أنا المدرسة مكفوفين كيقروا يعني وكيوصلوا الإخوان و المهم دخلت من ديك المدرسة تلقي ديك سيد اللي عاي دخلي للمدرسة قال لي عندنا هنية جمعية عندنا جمعية فيها غنس العاجازة اللي قلسين ما كيعملوا تاشي حاجة كيكلوا ويشربوا ويقولوا وينعشوا صاي فقط وعندنا هنية درالي كيقروا هنا المدرسة هذي فيها درالي كيقروا قلت له أنا ما كرهشي ما كرهشي لأن ندخل هذي اللي كيقروا فيها أنا ما يعني إما دخلت تفاجأت عنها أنا عندي سين كبير وكيفاش غنعمل بالنسبة للدراسة والله يجزيهم بخير بعض الأساسات اللي صراحة جربوني أولا في الدورة اللولى كنت كنعمل كندير مجهود مضاعف اللي إذا داروهما مجهود خس نديروا أنا مضاعف باش نوصل أنا نوصل الدراسة معها دوست تلت سنين في تيطوان تلت سنين تانية دوستها في مكنس تناوي تم أخذت البكالورية من بعد جيت تيطوان جامعة عبد المالك السعدي بمرتيل تسجلت في الحي الجامعي في تيطوان تسجلت في الحي الجامعي في تيطوان وبدت كنقرأ في مرتيل كسائر الطالبة بالنسبة للقراءة في الكلية في الكلية ما كنقرأوا مع العادية ما كنقرأوا شيء مكفوفي نحن نسعدين نسعدين لذلك الساعة كنت نعتمد على التلخص فكأي من قرية نهلكناها وهي ظالمة وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبيل معطرة وبيل معطرة وقصر مشيد أفلم يسيروا فراد فتكون لهم قلوب ياقلون بها فتكون لهم قلوب ياقلون بها أواذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار فإنها لا تعمل أبصار ولكن تام القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم قصة حقيقية أسوقها لكم لأنها تعطي دليلا على أن إرادة الإنسان تجعله أقوى من العوائق التي تعترضه أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية أو جسدية قصة طالب كفيف قاوم فحقق النجاح بل التفوق ولا تزال فئة المكفوفين مهضومة في المجتمع وينقصهم الكثير من متطلبات الحياة الأساسية رغم كفاحهم المستمر محاولين ترك بصماتهم في الحياة فمن سلبهم نعمة البصر أقرمهم بنعمة البصيرة لكنهم لا يريدون النظر إليهم بشفقة أو رحمة من المجتمع حالة ديالي متزوجة عندي عندي ثلاثة الأبناء جوج ديالي وواحد الزوجة ديالي هني أخذتها بابن ديالا الدخلة أستاذي كنت نمشي من هذا الدوانة باب سبتا باب سبتا كان نمشي وكان نشو في الليل العشرة الليل كان نمشو تم مكنوا وقفوا باش يدخلونا باش نخرجوا السلعاء صباحنا نخرجوا السلعام من سبتا ونشدوا الفيلة بزاف للبشر ويعني وما أنا كافيف وكان نمشي كان نمشي كندخول سبتا ومشي كندخوله صافي يعني بالهجوم كيشبر في أشي واحد رغم ذلك والهجوم وبعض المرات كتجي فينا الهراء من طرف السلطة والمخزن كيدربنا كي نعانيوا كي غاجي أدخل كي يخليك دخول هذا هو المصدر للعيش ديالي ويومين في السمانة ما كينشي دبا مثلا يوميا لا يومين في السمانة وحاليا ما كينشي يعني أمتي دبا ومعاناة اللي كان عانوا يتمك في باب سبتا يعني راه الله بعض مرة كيندخلوا بعض مرة ما ندخلوشي إذا جيت معطا يقولك صافي عمارة صافي الله يعاون الأمني ديالي هو أنني نشتغل ونكسب قوط اليومي ونكبر ويداتي صافي ديك شلي كيند لا أقل لا ولا أكتر الرسالة دية لديفقين أن يوصل إلي المشاهدين أو لن beschäftك أما أكثث لم تك IME بيته يعني ال� generous وكيف الآFF المسؤولين يشوفوا فهنه وينظروا أن الإنسان يوصل إلى المستاوى ويندد شهادة ومخدم شيء موجز نعم شعب الدراسة الإسلامية وعداد مننا لأنه إن كان الإنسان يريد رباح رأسه يقول لك لا يؤمنه أحدكم حتى يحب أخيه ما يحبه نفسه يعني يلتفتون هاد الفئة المستضعفة لما تقدر خدام ما تقدر يعني ما تقدر تدملت حاجة أنا كيف ما سبق لي وقلت كنت كان نزيد كان نبيع شريف السوق وعلى أحدكم يعني نعوض يعني نخلص الكرارة أنا كارب ألف الدرهم دابا وعني ما كان ينجيبها كاربش نسوق يجي آخر يقول لك كي شبر ما ترى أنا كنبيع الحلوة كي شبر درهم ويمشي بحاله يعني أنا كنبيع يعني ماشي كانسعة أنا كنبيع علاش هو هاد المجتمع اللي ما عرف ماله وما عرفنا شي كيف نشلحه ولا ولا قلت الوعي ما يشري شي منك يشري منك ويمشي بحاله علاش عدد الدرهم داباش إنه واش بغي يستهزأ بك ولا يعني شنو يعني ما عرفش بلفعل بلفعل وانا مخسنش 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 وما نأخذ نلتجأش نتتسول الحمد لله عندي الزوجة ديالي كان شكرا من هاد المنبار اللي كتساعدني على الحياة اليومية والأخ ديالي مره 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 وكي يتحلى في ناس صراحة أنتي ما ما ننكرهش الخير أمين أمين شكرا الله يجزيكم بخير أمين الحمد لله ما ممكن لشي نلتجأ للشارع نتسول باش نكسب القوت اليومي ديالي لا مهم شتى الطرق قادي نحصل على القوت اليوم ختاما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر عبد الله بن أمي مكتوم أميرا على المدينة المنورة عند غيابه وكما تعلمون أن عبد الله بن أمي مكتوم كان أعمى كان ما كيشوفش والنبي صلى الله عليه وسلم كان كعين نائب عليه في المدينة المنورة عند الغياب حرصا منه على إدماج المكفوفين في المجتمع وهذا ما فعلته بعض الدول المتقدمة في عصرنا الحديث حقيقة دمج المكفوفين إدماجا لم نره قط في أي بلد عربي أو إسلامي كم من الأصحاء ليست لهم الهمة والإنتاجية الموجودة لدى عبد السلام الردام الذي أعطاني درسا في الإصرار والعزيمة والتحدي فالإعاقة لم ولم تكون مرتبطة بالجسد أبدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر